طيب خلينا نتكلم عن السي اس اس موديولز السي اس اس موديول هو ملف السي اس اس خاص بيكون اسكوبد او مخصص لصفحة معينة او مكون معين بالتحديد ودي طريقة علشان نمنع تعارض او تداخل التنسيقات مع بعض لو كنت شغال بالسي اس اس من فترة قبل كده فاكيد عارف انه لو عندك نفس الكلاس معرفة في مكانين مختلفين في ملف السي اس اس او في ملفات سي اس اس مختلفة فالكلاسس دي ممكن تتداخل وتعمل او تعدل على بعض حسب ترتيب استراض ملفات السي اس اس السي اس اس موديولز بتحل المشكلة دي خلينا نشوف ازاي بتشتغل هنا في فولدر الكمبوننتس عندنا مكون اسمه برودكت كارد دلوقتي خلينا نقول اننا عايزين نعمل شوية تنسيقات للمكون ده هنضيف ملف جديد نقدر نسميه اي حاجة لكن الافضل نسميه زي المكون يعني برودكت كارد ولكن اللي يهمنا هو ان الامتداد يكون دوت موديول دوت سي اس 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 بالشكل ده دلوقتي في الملف ده او اللي بنسميه السي اس اس موديول ده نقدر نعرف كلاسس خاصة بمكون البرودكت كارد فلينا نعرف كلاس اسمه كارد وبالطبع نقدر نعرف نفس الكلاس في مكان تاني او سي اس اس موديول تاني من غير ما نقلق ان الكلاسس دي هتتعارض وهي دي الميزة في الطريقة دي تمام طيب هنا هنضيف بادنج بمقدار واحد RAM مثلا وحدود بسمك واحد بيكسل ولونها مثلا CCC دلوقتي هنرجع للمكون بتاعنا ونستورد ملف التنسيقات ده فهنكتب import styles from بعدين dot forward slash عشان نفس المصاري اللي احنا فيه product card dot module dot css طيب لاحظ الاسم اللي بنيديه هنا مش مهم بس عادة بنسميه styles وده هيبقى كائن الجواس كريبت الكلاسس اللي عرفناها في ال css موديول هتبقى خواص في الكائن ده فلو كتبنا styles dot المفروض نشوف الخصائص اللي عرفناها زي الكارد وهكذا بس للأسف عندنا مشكلة في الانتلسانس اللي بنستخدمه فمش عارف ما بيظهرش الخصائص دي بشكل اوتوماتيكلي فدي غالبا مشكلة وهم ما هيعدلوها ولكن المفروض نشوف الكلاسس اللي عرفناها زي الكارد وهكذا وده معناه انه في ال css موديولز مش بنقدر نستخدم الهايفنس او الشرطة في التسمية زي الكلاسس مثلا نكتب card dash container مثلا لان ده مش اسمي صحيح لخاصية في الجواسكريبت فعلشان كده في الملف ده دايما نستخدم camel case notation يعني نشيل الهايفن ونخلي اول حرف من الكلمة التانية حرف كبير او capital تمام؟ طيب دلوقتي خلينا نبسط الامور ونرجع التسمية card تاني نرجع للمكون بتاعنا عندنا الكائن ده وفي الديف دي هنستخدم خاصية class name علشان نطبق التنسيق بتاعنا هنستخدم الأخواس ونعملها بـ styles.card دلوقتي نرجع للمتصفح وهنا في الصفحة الراسية نقدر نشوف التنسيق متطبق على الكارت لكن خليني اوريك حاجة مسيرة اضغط كليك يمين واعمل فحص او انسبكت في ادوات المطور في جوجل كورون مثلا شوف الديف بتاعنا بص على اسم الكلاس ده مش اسم الكلاس اللي احنا عملناه صح؟ ده اسم تم توليده تلقائيا اللي بيحصل هنا هو ان المشروع ده بيستخدم اداة اسمها post css لتحويل اسماء الكلاسات بتاعتنا للشكل العشوائي ده طيب ليه بيعمل كده وازاي بيعمل كده؟ خلينا نرجع للمشروعنا هنا في فولدر المشروع عندنا ملف اسمه post css.config.gs في الملف ده حاليا عندنا بلوجين واحد للتيل ويند وفي اغلب الاوقات مش هتحتاج تلمس الملف ده لكن لو كنت مستخدم متقدم للpost css هتعرف انه هنا ممكن تضيف اعداداتك المخصصة لما نبني التطبيق بالنكست جي اس فالنكست جي اس بيستخدم البوست css لتحويل اسماء الكلاسات وتوليد اسماء فريدة علشان ما يحصلش تداخل وده هو اللي بيحصل في ال css modules علشان كده ما بيحصلش تعارض او override بالصدفة مثلا بين اسماء الكلاسز في المشروع حتى لو كنت بتستخدم نفس الاسم في كذا module او كان في كذا واحد شغال على نفس البروجيكت فمش مضطر تعرف الشخص ده كان مسمي ايه والشخص ده كان مسمي ايه اخر حاجة قبل ما نخلص الدرس ده حاليا حاطت ملف ال css وملف ال type script جنب بعض لو مش بتحبت تخلط ملفات ال css وال tsx في نفس المكان ممكن تجمعهم في فولدرات يعني ممكن نعمل فولدر زي product card مثلا يكون بمثابة حاوية للمكون ده جواه نحط ملف ال tsx وملف ال css وطبعا تقدر تستخدم نفس الاسلوب ده مع الصفحات فممكن تستخدم ال css modules لتحديد التنسيئات الخاصة بصفحة معينة ترجمة نانسي قنقر